تثير ظاهرة القضايا العالقة في محاكم باكستان قلقا مستمرا إذ تشير إحصاءات إلى أن هناك مئات ألاف القضايا التي تنتظر قرارا من المحاكم ودفعت هذه الظاهرة كثيرا من المواطنين إلى مطالبة السلطات بوضع سقف زمني لحسم أي قضية منعا لردود فعل على التأخير قد تتخذ طابعا إجراميا قادما بمستنداته إلى العدالة حيث لعدالة كما يقول دوست محمد سلب أرضه وعنفت أسرته فرفع قضية في محكمة باكستان العليا منذ ثلاث سنوات قضية يرجح أن يتابعها أحفاده من بعده فبطء الإجراءات في المحاكم يعيق تحقيق العدالة إن القضاة والسلطات المعنية متواطئون ومتورطون في كثير من القضايا لا عدالة هنا ولا أجنس والمماطلة مماطلة محكمة باكستان العليا مع محمد تبدو في بداية مشوارها مقارنة بغيره فالتقارير تشير إلى وجود أكثر من 51 ألف قضية معلقة في هذه المحكمة وحدها مضت على بعضها ثلاثة عقود محكمة تشهد فيها القضايا تمييزا تودع فيها القضايا المدنية ويتم تجاهلها لسنوات بينما يبت في غيرها من القضايا بسرعة خاصة تلك التي تتعلق بالسياسيين المعارضين أولوية القضاء تغيرت بشكل كبير وأصبحت تخص القضايا السياسية لا شك أن نظامنا القضائي صار بحاجة إلى إعادة تحديث حالات الاعتقال هذه تظل محدودة مقارنة بعدد المطلوبين للعدالة فآخر تقرير للمحكمة العليا يؤكد أن عدد القضايا الجديدة يزيد على عدد القضايا المنجزة بنسبة تصل إلى 20% زيادة تعمق الأزمة وتدفع الناس للبحث عن بدائل أخرى لتحقيق العدالة ليس كل من يقبل على هذه المحكمة يصل إلى مبتغى فبعض القضايا قد تظل عالقة إلى أمد طويل بغير أسباب منطقية أمر يدفع كثيرا من المدعين إلى انتزاع حقوقهم بأيديهم بلالأسطل العربي اسلام بار